حنان كان فاسد جداً بعد عشر سنين أقالته الحكومة الرومانية وطبعاً عنده خمس أولاد، الخمس أولاد كلهم كانوا رؤساء كهنة الشخصية الثانية اللي عاوزة أتكلم عنها اللي هي حنان حنان كان رئيس كهنة ورؤساء الكهنة المفروض مش يعني مش الرومان يحطوا رئيس الكهنة وإذا الرومان بعينه رئيس للكهنة معناته يعني بيدلك عن شخصية رئيس الكهنة معناته قلت لازم تكون موالي للرومان لازم تتعامل مع الرومان حنان كان فاسد جداً بعد عشر سنين أقالته الحكومة الرومانية وطبعاً عنده خمس أولاد، الخمس أولاد كلهم كانوا رؤساء كهنة وبالأخير في أيام صلب المسيح اللي هو قيافة وبعد قيافة هو صهره حفيده لقيافة فاتخال إن هاي النوعيات من الناس حنان وقيافة اللي وقف أمامهم الرب يسوع اللي بكل بساطة يعني عاوزين يقضوا على يسوع يقضوا على الحركة هي كان بفكروا يقضوا على جماعة الطريق ولكن أحبائي يعني حتى التلمود بيتكلم عن ويلون لبيت حنان بسموه وين المسيح طهر الهيكل اللي هي دار الأمم بسموه صوق حنان لأنه كل البزنس كان بروح لرؤساء الكهنة وعد عنه رؤوساء الكهنة الصدقيين كانوا لا يؤمنون بالقيامة ولا بالملائكة ولا بالأرواح يعني إيمان ناقص مش عجبا أنه هاي الناس اللي إيمانها ودينها ناقص هي اللي بتحكم على يسوع المسيح وأيضا قيافة ترد من وظيفته على فكرة في نفس السنة مع بلاطو سنة 36 ميلادي فإذن هاي نوعيات اللي وقف أمامها يسوع